ينضم إلينا مشاهدين مراسل التلفزيون المصرية من مقر الأكاديمية الوطنية لتدريب مدينة السادس من أكتوبر ليطلعنا على أبرز ما جاء في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنية باسم أبو العنين باسم تسمعوني باسم بعد التحية كنا نتحدث عن أبرز المحاور التي جاءت في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بالتأكيد لديك الكثير من التفاصيل لتطلعنا عليها تفضل باسم مساد مدينة أولا النهاردة في دور انعقدة جديد من الحوار الوطني بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتح السيسي أجندة الزخمة في ظروف استثنائية دولية النهاردة السيد المنصق العام ضياء رشوان صرح بأن الأجندة مليئة بالملفات المحلية والملفات الإقليمية التي تهتم بها الدولة المصرية وفاد بأن مجلس أمناء الحوار الوطني في حالة انعقد دائم في هذه الفترة تمهيدا لبدء فعاليات الحوار الوطني إن شاء الله المقرر لها يوم ثلاثة من شهر مايو المقبل زي ما قلنا أن دول العقاد يأتي في ظل الظروف استثنائية حسب مصرح المنصق العام للحوار الوطني فيما يخص تحديدا الأزمة المشتعلة في السودان واهتمام الدولة المصرية بالوصول إلى حل سلم لهذه المشكلة مع الأشقاء في السودان وتهدئة كافة الأطراف في السودان طبعا برضو تهتم الدولة المصرية بما يترتب على المشكلة أو بما ترتب على المشكلة التي تلقي بظلالها في السودان أهمها طبعا على رأس أولويات الدولة المصرية هي إجلاء الرعاية المصريين المتواجدين في السودان الشقيق وعلى صعيد آخر برضو توفير ملاذ آمن لجميع الجنسيات العلقة في السودان للمرور إلى أراضي جمهورية مصر العربية ومن ثم انتقالهم إلى بلدانهم المختلفة وطبعا برضو الترحيب بكافة الأشقاء السودانيين النازحين واستقبلهم في وطنهم الثاني جمهورية مصر العربية أفاد معنا السيد جمال الكشكي الصحفي بأن تم الوصول إلى اللمسات النهائية والتصور النهائي للجلسات الافتتاحية لليوم الأول للحوار وتم الاتفاق على من سيكون مسؤول عن اللجان النوعية المختلفة ومن سيتحدث في اليوم الأول في هذا اليوم نعم بالتأكيد باسم نحن في انتظار يوم الثالث من شهر مايو المقبل انطلاق جلسات الحوار الوطني مراسل التلفزيون المصري من مقار أكاديمية وطنية لليئة تدريب كنت معنا باسم أبو العنين شكرا لك